نازح من حرض للحديدة من الحديدة لنا والحد الآن لشهر ولا أحد سرف نشي ولا أحد استقبلنا يسرقون الخبز من أفواح الجياء في بلد مزقته الحرب تسعى ميليشيا الحوثي لفرض قانونها الخاص على المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها أحدث تقرير صادر عن وكالة أسوشيت بريس الأمريكية يؤكد ذلك ويجدد الإتهامات لميليشيا الحوثي بسرقة المساعدات وإعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية بحسب وثائق مسربة من الوكالات الأممية في صنعاء ليس هذا فحسب بل تواصل الميليشيا مساعيها لإجبار الأمم المتحدة على منحها سيطرة أكبر على المساعدات الإنسانية تقول وكالة الإغاثة إنها رفضت شروط الحوثيين لأنها ستعطيهم نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات كما تظهر الوثائق والمقابلات مسؤول في الأمم المتحدة قال إن عرقلة الميليشيا عطلت العديد من البرامج الإنسانية التي تمد السكان بالمساعدات وتساعدهم على البقاء في ظل الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات الوثائق التي نشرتها وكالة أسوشايتد بيريس تؤكد أيضا رفض الحوثيين الجهود الأممية لفرض رقابة على حوالي 370 مليون دولار سنويا تقدمها وكالات الإغاثة لمؤسسات حكومية يديرها الحوثيون أو منظمات تابعة لهم رغم إصرار الوكالة والمانحين الدوليين على مواقفهم لرفض مطالب الميليشيا إلا أن التزام الأمم المتحدة الصمت طوال هذه المدة يثير العديد من التساؤلات كانت وكالات الإغاثة والجهات المانحة في وقت سابق قد هددت بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن منذ سنوات تحول الميليشيا أموال المساعدات والإمدادات الإنسانية لحساباتها الخاصة لدعم ما تسميه المجهود الحربي فيما تتعمد منع توزيع الأغذية على المستفيدين منها ألفا طن لمديريات أسلم بحجه حيث يتدور الناس جوعا ويأكلون أوراق الشجر وبحسب مسؤول أممي فحين جاءت الموافقة كانت المساعدات قد أتلفت وهكذا وبعد خمس سنوات من الحرب لم يعود اليمنيون وقودا في معارك الميليشيا بل وأصبح قوتهم مصدرا للإتجار حتى على حساب حياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر